تركيا واليونان جاران ما يزال التوتر مسيطرا على علاقتهما منذ عقود وآخر فصول التصعيد والتوتر هو اتهام أنقرة لأثنى بتسليح جزر في المياه الإقليمية بين البلدين بمدرعات أمريكية وتجاوزت اللهجة التركية الاتهام وهددت اليونان علنا على لسان الرئيس التركي هل تظنون أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا سينقذكم؟ لا لن يفعل بل ستراوحون مكانكم إن تكديس الأسلحة في منطقة تراكيا الغربية والجزر لا يعني تركيا بشيء لأن قوتها أعظم بكثير الجزر حسب المعاهدات الدولية يجب أن تكون منزوعة السلاح إلا أن الجار اليوناني ينفل اتهامات ويستهجن التهديدات التركية التي تصف التحركات اليونانية في بحر إيجا بالاستفزازية سواء في الجزر أو المياه الإقليمية وحتى في الجو إذ اتهمت أنقر القوات اليونانية بالتحرش بطائراتها هناك التوتر حقيقي واليونان لست بريئة تركيا عندما تنطلق من هذه الاتهامات من نقطتين أساسيتين أولا الخلاف القديم الجديد المتجدد ما بين تركيا واليونان من جهة وابتعاد واشنطن عن الحيادية التي تسمت بها طول هذه الفترة في هذا الملف بشكل خاص بالإضافة إلى تسليحها لليونان إذن هناك من يريد أن يضغط على تركيا وهنا اتهام مباشر إلى واشنطن الخلافات بين الجارين اللدودين تمتد منذ الحرب العالمية الأولى وأبرزها النزاع على المناطق الحدودية ولعل قضية جزيرة قبرص في البحر المتوسط أكبر دليل على ذلك والتي انشطرت إلى قسمين تركي ويوناني وكل ذلك يشير إلى أن المياه لن تعود قريبا إلى ما جريها في العلاقة بين البلدين هو خلاف قديم جديد بين تركيا واليونان جوهره المناطق المتنازعة عليها خاصة في المياه الإقليمية بين البلدين والتصعيد الأخير يحمل دلالات باستمرار الخلاف بين أنقرة وأثنى والذي لا يخدم الطرفين وسط حديات سياسية واقتصادية كبيرة مهند منصور لمركز أخبار قنوات أبو ظبي اسطنبول